نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلة صلح ترعى المعرض الحرفي السنوي للمعاقين في مستشفى بيت شباب المتن راعت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلة صلح حميد المعرض الحرفي السنوي في المعهد اللبناني للمعاقين في مستشفى بيت شباب في قضاء المتن الشمالي حيث كان في استقبالها مدير المستشفى الأب بديع الحاج إضافة إلى عدد من الرهبان والموظفين والمعاقين وذويهم ويعتبر مستشفى بيت شباب من أكبر مستشفيات لبنان التي تهتم بالمعوقين لسيما أن عددهم يزداد يوميا من جراء حوادث السعير معوقين أصحاب قضية مهملة بس بفتكر أنه ما لازم يزعلوا لأنه حتى لبنان صار قضية لبنان بالمحافل العالمية يمكن ما تلاقي اسمه وتلاقي القضية اللبنانية مع الأسف هذا القانون الذي أقر بمجلس النواب المساعدة المعوقين وما عم يتطبق لها هلأ يتضمن بطاقة الإعاقة اللي وزارة الصحة ما عم تفرج عنها المفروض القطاع العام والقطاع الخاص أنه يقبل بها 3% ويوظف معوقين نقدم لك هالك دون متواضع بس يلي في كتير من المعينة المعنوية يلي هو الإنجيل والقرآن موجودين مع بعضهم والعلم اللبناني يلي بتجسدها مؤسسة ورد بن طلال والسيدة لالة الصلاح هيدا بيجسد المساء الوطني لأرسى ريال الصلح يذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية كانت قامت سابقا باستحداث مركز لغسيل الكلا في المستشفى حيث وزارة الوزيرة الصلح المرضى واطلعت على أوضاعهم وشكر الحضور الوزيرة الصلح على مبادرات مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترجمة نانسي قنقر